صلوا 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 على رسول الله مرحبا بكم ايتها الرائعات معكم اميمة على قناة وصفتنا السمال للوصفات الطبيعية سعدت باللقاءكم عزيزاتي واهتمنى ان يلقاكم هذا الفيديو في تمام الصحة والعافية وصفتنا لهذا اليوم فهي وصفة جد سهلة وبسيطة لازالة الشعر الزائد سوى تعلق الامر بالشعر الزائد في الوجه وكذلك تحت الابط وفي المنطقة الحساسة المكون الاول الذي ستحتاجينه في هذه الوصفة فهو السكر الخشن فالسكر الخشن مفيد جدا لازالة الشعر الزائد بسرعة وستحتاجينك مقدار من السكر الخشن في هذه الوصفة الى ملعقة كبيرة من السكر الخشن اما المكون الثاني فهو علبة كوكا تأخذين نصف كوب من كوكاكولا وتستخدمينه في هذه الوصفة فكل ما عليك هو اخذ نصف كوب من مشروب كوكاكولا ثم تقومين باخذ اناء وتقومين بوضع السكر الخشن بمقدار ملعقة صغيرة من السكر الخشن او يمكنك ايضا وضع ملعقة كبيرة من السكر الخشن ثم تقومين بوضع نصف كوب من مشروب كوكاكولا ثم تقومين بوضع هذا الاناء على نار هادئة جدا وتتركين الخليط او المزيج حتى يصل الى درجة الغلايا وبعد ذلك تقومين بازالته من على النار ثم تقومين باستخدامه لازالة الشعر فيما يخص طريقة استخدامه لازالة الشعر فهي جد تهلة وبسيطة فكل ما عليك هو اخذ قليل من هذا المزيج ثم تقومين بوضعه على مكان الذي تريدين ازالة منه الشعر الزائد مثلا كالوجه ثم تقومين بتركه الى ان يجف بعض الشيء وتقومين بفركه جيدا او باستخدام حركات ذائرية الى ان تتخلصي نهائيا من الوصفة فهذه الوصفة ستساعدك كثيرا على ازالة الشعر الخفيف جدا الذي يكون في الوجه وايضا ازالة الشعر الزائد من تحت الابض وكذلك في المنطقة الحساسة تكررين هذه الوصفة مرة واحدة فقط في الاسبوع فهي رائعة جدا لازالة الشعر الزائد والتخلص منه بشكل نهائي كانت هذه هي وصفتنا لهذا اليوم لازالة الشعر الزائد شكرا عزيزتي على المتابعة والى اللقاء في وصفة اخرى ان شاء الله